أحبتي السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم نكهة مغربية اليوم ان شاء الله سوف نرى هذه الطاقة المعروفة في إيطاليا باسم خوستاتا أو المعروفة بطاقة ديال كونفيتشور هي طاقة معروفة بزاف المبدئ ديالها أو البخينسيب ديالها تنصيبو اون بات وتنعمروها بلا كونفيتشور تجيل ديدة بزاف ولكن اللي تيميز هذه الوصفة بالذات على الوصفات الموجودة أن هذه الطاقة تتجيه الشيشة بزاف وزوينة بزاف تتجيه مختلفة شوية للطاقة صبلي ننصحكم تجربو هذه الطاقة بهذا المقادر لهذا العجين لأنها تتجيه مبين مقرمشة وهشيشة ستتنفخ شوية وتتعطيها هذه القوام ديال الطاقة بقدر ما هي سهلة بقدر ما هي متميزة ورائعة تتجيه محمرة مزيان لنتيجة موحدة أغزال كيف تتلاحظوا هذه العجين تأخذ واحد تحميرة غزالة بزاف بالنسبة المقادر سنحتاج 250 جرام ديال الطقيق من النوع الجيد الخاص بالحلويات تكون من أصل حيواني و تكون باردة 70 جرام ديال السكار ثاني من الأحسن تكون الحوبيبات دياله ثلاثة صفرط البيضات خمارة واحدة و شوية ديال الملحة بالنسبة للطريقة سوف نأخذ ذلك الدقيق و نرملوهم مزيان تنأكد على أن الزبدة تكون باردة و تكون من النوع الجيد من أصل الحيواني رحل ما دق ديالها تيجي مختلف بزاف على لدرنا غير مارغارين ثلاثة صفرط البيضات و تكون من بعد ما خدمتها مزيان و دخلتها في الدقيق سوف نزيد ديال الملحة و ساندة و نحاول نرمل كل شيء هاد الاطاخت هادي لديها بزاف ديال الوصفات و بزاف ديال الطرق ولكن أنا تنصحكم بشدة تجربو هاد الوصفة بهاد العاجين تجيب تميزة و زوينة القاوم ديالها تيجي يغزال بزاف سوف نزيد الخمارة و نزيد ثلاثة صفرط البيضات و نزيد ثلاثة صفرط البيضات لتجينا هشيشة بزاف نراجع الكمية التي فيها زبدة و صفرط البيضات التي يحتوي تزيد من هشاشة و الخمارات تجيها تنفخ و تجيما بين هشيشة و رطبة نتمنى الفكرة تكون وصلتكم و شهيتكم فيها لكي تجربوها سوف نعمل سوف نعمل بزافة صفرط البيض كي يندمج لي حتى هو مع الدقيق و سوف نزيد المبارد شوية بشوية القيص اللي يجمع لنا العاجينة لا نحتاج بزاف لا يوجد معلق و تبقى الماء على حسب الدقيق سوف يشرب لنا مزيان و لا غير شوية و لا حسب الرطوبة اللي فيها سوف نعمل بطبيعة الحال و نحاول نجمع كتلة وحدة ما غاديش ندلكو و ما نكترش في الخدمة غير القياس اللي يجمعها ليا كتلة وحدة أو لكورة وحدة و نحبز سوف يشكلتها كورة سوف نلويها في الماء المنتق و سوف ندخلها للجحتة برد مزيان و سوف نعود بها سوف ندخل بها سوف ندخلها سوف ندخل سطح العمل بالطقيق و سوف نطلقها نحاول عاجينة لا نتجمع 10 قيقة بثاف سوف نتجمع لها واحد السمك و سوف نزوينها و سوف ندخل عمرها قليلا سوف نضيفها بالنسبة للمول سوف نصر المول صغير لان العجينة لدينا غير قليلة إذا كان لدينا المول كبيرة فسوف ندخل قياس و نصف العجينة سوف ننزل العجينة بلطف ونفرشها في المول من الأحسن المول التي يكون تيتز من الوسط لكي يعاوني من بعد أن تطيب لطاقت تخرج بسهولة ونقضيها جنابها بالموس من طبيعة الحال إذا لاحظت أن شيء تبقى نقص العجينة سنقطع واحد الشارط ونقضيه جناب لطاقت وليس بالضرورة أن نجعل جناب لطاقت مقدم جيد لأنها منها ستدخل الفرن ستنفخ و ستأخذ شكلها مقعد لأن العجينة فيها الخميرة ستنفخ سوف نعمرها بالكونفيتوغ أو المربع و سيبقى نوعه على حسب ماهو توفر عندي غير هو إذا استعملنا الكونفيتوغ حمر سيأتي شكلها جيد كثير من إذا استعملنا الكونفيتوغ بورتقالي أنا ننسيت لا تكيت العجينة قبل أن نعمرها فاعد فكرت و رجعت تكيتها بالفرن لكي لا تنفخ شوية تطيب في الفرن المهم أن نتكهم جيدا بالفرن سوف نكمل التعمار الكونفيتوغ التي سنعمرها ستبقى رجعة لحسب الضوء سوف نعمرها أنا هنا كنت متوفر عندي شوية القرقع مهرمش و أضفته في الأطاقت ولكن ستبقى اختياري إذا نريد أن نضيفه أي نوع من المكسرات ممكن نزيده كيف ممكن نكتافي و غير بالمربع فقط و الوصفة الأصلية رأي فيها غير المربع بوحده ما معها لالوز لقرقع غير تتبقى إضافة زوينة سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها غير بشوية و نضيف قطعة فوق من قطعة و نطلقها بحل هكا و نقطعها شرائح اللي سوف نزيين بهم الوجهة للأطاقت أنا هنا استعملت غير الموس لكي قطعت العجينة سوف نستعمله الجرارة الحلوة لكي يأتينا الأشريطة مزوقين في الجناب و لا يجمعها جيدة سوف نزيين وجهة بهذه الطريقة موسيقى 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 سوف ندهن هذه الأشريطة بالبيض وسوف نزوقها بشوية اللوز مهرمش بحلاك وحتى هذه الخطوات تبقى اختيارية ممكن نفعلها وممكن نبلاش نشعل الفران من التحت على درجة حرارة 200 ونضع المول في الوسط الفران حتى الطيب مزيد من التحت وتبدأ التحمير نشعل عليها من الفوق حتى تحمير كلها وتأخذ اللون جيد حتى الكونفيت سوف يزيد الطيب وسوف يتعلق قليلا سوف نجعل الفران الوقت الذي تحتاجه حتى الطيب والتحمير ومن بعد أن أخرجتها سوف أغزالها كثيرا ونزوقها بسكر سقل في الجناب وحتى هذه تبقى غير اضافة وصافة سوف نقوم بتحضير المصطفة أو تحضير المصطفة ونزوقها 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 بسحتكم نتمنى القصيرة اليوم يتعجبكم وتسنوني في فيديو جديدة خليت لكم الهنا ورحت البن شكرا ومسلامة 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 شكرا ومسلامة